وهو يعرف أنه فاشل وهو يعرف أنه عميل نتحدث مع العراقيين بشكل مباشر وعلى الهواء ونقول الحقائق كما هي دائماً القاسم المشترك في أحاديثنا مع العراقيين مرة للتوضيح ومرة للتذكير ومرة للتحذير حينما نخاطب القوى السياسية هذه القوى التي كانت مأزومة وجاءت بأزومة وبقيت مأزومة وظلت تأزيم علامة فارغة في عملها لم تنتد شيء تخرج من أزمة لتدخل في أزمة أخرى لا يختلف اثنياً أن هذا هو خلل وخلل كبير في إدارة الدولة والذي لا يستطيع على مدى عشرين سنة أن يتعلم في كيفية إدارة الدولة أو بناية الدولة أو حماية الدولة والحفاظ على ممتلكات الدولة هو ليس رجل دولة وما معقولة سياسي أو سياسيين أو أحزاب عشرين سنة من الفشل وما زالت مصرة على أنها يجب أن تتصدر المشهد وكل ما سؤلف لك ويا واحد يجيب لك الكرة من هذا الطرف يذهب على ذاك الطرف يا بليش البلد نباق يقول لك والله مو بس إحنا حرامية البقية هم حرامية يا بليش البلد نهار يقول لك والله مو أنا صاح بالقرار هنا لك من معي بالقرار بمعنى هو يعرف أنه سارق وهو يعرف أنه فاشل وهو يعرف أنه عميل وهو يدرك ليس برجل دولة بس يقول لك مو بس آني الآخرين وهذه الأزمات مشتركة نعم لكن أن يصل الأمر ومن خلال التغريدة التي قال بها السيد الصدر أن تنتقل المرحلة أن هذه القوات تصفي بعضها البعض هذا تطور بالمشهد خطير نحن الآن نتحدث عن أزمة والأزمة هذه قد تكون مختلفة ويجب أن نقر بغض النظر عن كل القضايا لأنه تغريدة سماعة السيد مقتدى الصدر خلت الكل في إنذار كبير وبالتالي نحن نستنى مع الفتنة ولستنى مع الترويج إلها وندعو إلى تحكيم العقل وندعو إلى الحفاظ على دماء الناس وشبابنا لأنه العراق ما يحتمل أزمة هل سيتعاركون على المناصب يتعاركون على الحكومة ما يخالف أما أن يكون وقودها شبابنا نقول لا لكن أيضا ندعو لإحقاق الحق لأنه إذا ما سمح لمثل هذه التصرفات أن تمر فأنها تكبر غدا وهذا الذي كنا نخشى منه وهذا الذي كنا نحذر منه أخوان مرة وحدة ترك السلطة أو ترك الجشع باستخدام السلطة مكافح لبتوها للناس مماضل شيء بالبلد كل فرقتوا من محتى ولحد هذه اللحظة الفشل يرافقكم في أنكم لا تستطيعوا أن تقدموا شيء للناس وترفضون كل شيء جديد وترفضون الإصلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر